موسيقى السابعة بتوقيت القدس الشريف نشرة مفصلة للأنباء من الميادين نبدأها بالعنوي المحققة الأممية أنيس كالامار في تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان اغتيال سليماني سابقة في تاريخ النزاعات المسلحة والمندوب الإيراني يؤكد اغتياله إرهاب دولة وليوقف نهجه حملة قدهم واعتقالات واسعة للاحتلال في الضفة والقدس تشمل قياديين من حماس وطلابا والفلسطينيون يتصدق موسيقى الداخلية التونسية تعلن إحباط مخططات إرهابية تستهدف القطاع السياحي ومقر سيادية موسيقى استمرار تقديم قوائم المرشحين للانتخابات التشريعية في سوريا حزب البعث يقدم مرشحيه بعد انتخابات داخلية موسيقى أرحبا بكم قدمت المحققة الأممية أنيس كالمار تقريرها بشأن اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني أمام مجلس حقوق الإنسان في جونيف حيث أكدت أن عمليات الاغتيال هذه غير مسبوقة في إطار النزاعات المسلحة وعن الطائرات المسيرة قالت كالمار في جلسة أمام المجلس إن هناك نقصا في التحقيقات حيال العمليات التي تقوم بها الطائرات المسيرة وأكدت أن انتشار الطائرات المسيرة هو أمر خطير بالنسبة للأمن الدولي كالمار كانت قد وصفت العملية بأنها غير قانونية وجريمة قتل تعسفية تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية عنها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لقد استطردت بشكل كبير ففي الدراسة التي قدمتها لا أعتقد أنه خلال الضربة التي أدت إلى مقتل الفريق قاسم سليماني كان هناك حالة نزاع مقر بها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على أرض العراق وهذا يدبنا إلى الكثير من الاختلاقات والابتكارات القانونية وهذه مشكلة حقيقية لذلك انتبهوا إلى أن القانون الإنساني الدولي ليس المسوغ القانوني الوحيد الذي يمكننا من الحكم على قانونية الاعتداءات بالطائرات المسيرة ولا بد من أن نعود للقانون الدولي لحقوق الإنسان من جانبه قال السفير إيران لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إسماعيل بقاييها مانا إن قتل سليماني جريمة تعصفية بشعة تتحمل الولايات المتحدة مسؤوليتها الشهيد سليماني جندي إيراني عظيم دافع عن كرامة الإنسان وجرى قتله بطريقة وحشية من جانب نظام وحشي وكانت تلك الجريمة تهدد الأمن والاستقرار الدوليين وذلك بالتحالف مع النظام الإسرائيلي فالشهيد رمز لدولة ذات سيادة ولروحية أمة فخورة تسعى إلى التقدم والازدهار واغتياله جرح أمة برمتها وهي جريمة تعصفية بشعة تتحمل الولايات المتحدة مسؤوليتها وتأتي في إطار عمليات القتل غير القانونية دعونا نقول إن مصطلح عمليات القتل الاعتباطية مصطلح تخفيفي لتوصيف هذه العمليات غير الأخلاقية والخطيرة والأفضل هو الحديث عن عمل حكومي إرهابي وهنا لا بد أن تدق آليات الأمم المتحدة ناقوص الخطر بالنسبة للتبعات الخطيرة المترتبة على هذا الانتهاك الصارخ مدير مكتب الرئاسة الإيرانية محمود واعذي أكد أن نهج التعاون الاستراتيجي بين إيران والصين قائم على مواقف مشتركة لخدمة مصالح البلدين واعذي وفي تغريدة له على تويتر أكد أن برنامج التعاون الاستراتيجي بين إيران والصين وضع بناء على أسس متكافئة ومعايير مشتركة وفي سياق أهداف لوجستية متعددة الجوانب أكد السفير الروسي في واشنطن أنتولي أنتينوف أن موسكو لا ترى أي أسس قانونية لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران مؤكدا أن روسيا ستتصدى لمساعي واشنطن في هذا الاتجاه أنتينوف قال خلال ندوة نقاشا بواشنطن أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران وهذا يعني أنه لا يحق لها أن تبادر إلى تطبيق بنود قرار مجلس الأمن الدولي 2131 وكان وزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن أن بلاده ستسعى لعرقلة رفع الحظر عن توريد الأسلحة إلى إيران الذي ينتهي سرايانه في تشرين الأول أكتوبر المقبل بمجب شروط الاتفاقي النووي إلى ذلك قال رئيس البنمان الإيراني محمد باقر قليبوف إن سياسة الضغوط القصوى المتصاعدة التي تتبعها الولايات المتحدة تصعب ظروف مواجهة كورونا رغم مطالبات المنظمات الدولية برفع أو خفض العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على الشعوب ولسيما الشعب الإيراني فأن سياسة الضغوط القصوى التي تتبعها الولايات المتحدة ما تزال تتصاعد وهي تصعب ظروف مواجهة كورونا والمساعي المبذولة في هذا الصياق ولا بد من إدانة هذه الإجراءات قليبوف خلال كلمة في اجتماع مجلس البرلمانات الأسيوية حول فيروس كورونا وعبر خدمة الفيديو أكد أن الخطوة الإسرائيلية بضم إزائم من الضفة الغربية إلى الأراضي المحتلة يمكن أن تكون منطلقا لصراعا جديد ومحورا لأزمة جديدة في المنطقة للأسف الشديد وفي ظل الظروف المعقدة التي يشهدها العالم فإن الكيان الصهيوني المحتل يستمر بتشديد سياساته التوسعية ومشاريعه الاحتلالية وبدون الاهتمام بقرارات الأمم المتحدة والمعارضة العالمية بصدد ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى الأراضي المحتلة وهذا الإجراء غير القانوني سيكون اعتداءا جديدا على حقوق الشعب الفلسطيني ومن المحتمل أن يكون منطلقا لصراعا جديدا وأزمة جديدة في المنطقة يعتبر قطاع النقل في إيران من أكثر القطاعات التي تضررت بسبب انتشار كورونا أمر دفع شركات السيارات إلى العثور على حلول لحماية الركاب والسائقين في وقت ألزمت فيه الحكومة الإيرانية جميع ركاب ارتداء الكمامات مالك عابدة سائق السيارات هنا كانوا من بين أكثر الناس تضررا من انتشار كورونا لكن الأمر بات مختلفا الآن فرفع القيود عن حركة الناس أن عاش سوق عملهم مجددا رفقنا مهدي حسين في سيارته لنستطلع الأمر فوجدنا أنه وأمثاله ما زال يعانون من تبعات كورونا لقد عنينا كثيرا خلال الفترة الماضية ولا نزال بسبب انتشار كورونا الناس تخافوا ركوب السيارات الصغيرة أو التي فيها أكثر من راكب واحد بالتأكيد هذا من حقهم ولكن عملنا أصبح متعبا جدا شركة خدمة سيارات الأجراء عبر الانترنت تداركت الوضع سريعا فزودت العاملين لديها بوسائل الوقاية خطوة تدفع معظم الناس إلى طلبها عند التنقل زاد عملنا وتغيرنا الأفضل بعدما قمنا باتخاذ إجراءات السلامة هذا العازل يحميني ويحمي الركاب فهو يشكل حاجزا يحول دون أي اتصال مباشر بيننا داخل السيارة كما أن الدفع يتم إلكترونيا الحكومة الإيرانية اتخذت سلسلة إجراءات لحماية قطاع النقل العام والعاملين فيه كفرض ارتداء الكمامات وتوفيرها بأسعار زهيدة في محطات المترو من الصعب تطبيق التباعد الاجتماعي داخل المترو القبل قليلا بدأ أحد الركاب بالسعال وكان ملاصق لي لم أستطع التحمل فخرجته فورا الإحصائيات الرسمية تؤكد إصابة ستمائة شخص في قطاع النقل وقد توفي أربعة وأربعون سائقا منهم يقول العاملون في هذا القطاع إنهم بين سندان كورونا ومطرقة الظروف الاقتصادية يقول مواطنون إن القيود المرورية على حركة السيارات في مركز المدينة هي العامل الأساسي في الازدحام في وسائل النقل العامة وهي مشكلة على المسؤولين حلها قبل انتشار مزيد من العدوى ملك عابدة طهران الميادين حذرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا من العواقب الوخيمة لمخطط الضم الإسرائيلي مشيرة إلى أنه سيقضي على مستقبل حل الدولتين وسيثير جولة جديدة من العنف في المنطقة زخاروفا وفي بيانها قالت إن نهج بلادها الداعم لحل الدولتين لم يتغير داعية إلى الاستئناف السريع للمفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين تحت رعاية الأمم المتحدة وبمساعدة اللجنة الرباعية لتحقيق تسوية شاملة ومستدامة سلسلة بشرية نفذها نشطاء في مقاومة الجدار والاستيطان في قرى شمال غرب القدس رفضا للضم وصفقة القرن وتزامنا مع تواصل اعتداءات الاحتلال واعتقاله بالجملة عشرات الفلسطينيين نسرين سلمي وثيقة تؤكد رفض الفلسطينيين لصفقة القرن الأمريكية ولمخططات ضم الضفة سعى نشطاء إلى تسليمها لممثلي الهيئات الدبلوماسية العاملة في فلسطين من خلال تنظيم سلسلة بشرية تمتد عبر الطريق التي يمر بها الدبلوماسيون أثناء خروجهم من رمالة عبر بلدتي بيرنبالا والجيب شمالي غرب القدس وهما من البلدات المهددة بمخططات الضم الإسرائيلية هذه رسالة من منطقة تم منذ بداية بناء الجدار عزلها عن مدينة القدس نتحدث عن 17 قرية هنا في هذه المنطقة عزلت كلين عن مدينة القدس والآن في مخططات الضم هذه القرى جميعها هي مستهدفة بالعزل الكل وهذا يهدد وجود هذه القرى هنا المتظاهرون حملوا علم فلسطين ولافتات تطالب الدول الأوروبية بالتحرك لمنع تنفيذ صفقة القرن نحن كشعب هذه المنطقة نرفض مشروع الضم جملة وتصيلا ونرفض صفقة القرن وأننا جزء من الكدس عاصمة الدولة الفلسطينية التظاهرة تزامنت مع اعتداءات جديدة للاحتلال الإسرائيلي الذي هدم منشأة زراعية في بلدة كفر نعم وأطلق الرصاص باتجاه الشبان الذين تصدوا له فيما شن جنود الاحتلال حملة اعتقالات طالت القيادين في حركة حماس جمال الطويل وحسن كوي وعدد من الشبان في أنحاء مختلفة من الضفة هذا بالأساس احتلال ما بفرق لا بين طفل لا بين صبية لا بين مرأة لا بين شيخ لا بين رجل هذا احتلال مفهومنا احتلال يعني ما فيش أي قانون بانطبق عليه من الإنسانية حركة حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وصفتها اعتداءات الاحتلال بالمحاولة اليائسة لمنع توحد الجهود لمقاومة مخططات الضم الاعتقالات والاقتحامات المتكررة التي تنفذها إسرائيل ضد المدن والقرى الفلسطينية تسعى من خلالها إلى إرسال رسالة بأنها صاحبة السيادة على الأرض بقوة السلاح نسر سلمي رام الله الميادين أثبت عدوان ما سمي بالجرف الصامد عام 2014 على غزة فشل الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق أهدافه في مقابل ظهور قدرة المقاومة في التصدي للعدوان أحمد غان حادثة خطف المستوطنين الطفل محمد أبو خضير في القدس المحتلة ثم قتله وحرقه في الثاني من يوليو عام 2014 فجرت موجة تصعيد كبيرة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل أعلنت إسرائيل بعدها إطلاق عملية سمتها الجرف الصامد ضد قطاع غزة ردت المقاومة عليها بمعركة سمتها العصف المأكول كان الهدف الإسرائيلي من العملية هو وقف إطلاق الصواريخ فراهنت إسرائيل على إطالة أمد المعركة واستنزاف قدرات المقاومة ولسيما الصاروخية لكنها تفاجأت بصمود كبير امتد لنحو 51 يوما ما أزعج الجيش الإسرائيلي وبدأ أن صمود المقاومة لفترة طويلة أظهر أن تقديراته كانت خاطئة خاضت المقاومة حربها مع إسرائيل يوما بعد آخر متحررة من أي ضغوط وأظهرت فصائل المقاومة تنسيقا عاليا بينها على الأرض أربك حسابات إسرائيل التي ادعت تدبيرها قدرات المقاومة ومنصاتها الصاروخية وأثبت الميدان عكس ذلك الصدمة الكبرى التي تلقتها إسرائيل ومستوياتها الأمنية كانت بإعلان كتائب القسام فشل عملية اغتيال قائدها محمد الضيف والصاعقة كانت ظهور الرجل في تسجيل صوتي يؤكد أنه حي يرزق الحرب الإسرائيلية على غزة كشفت عن تطور سلاح المقاومة كما ونوعا وأظهرت حجم الدعم الذي قدمه محور المقاومة لها فاستهدفت المقاومة تل أبيب وللمرة الأولى القدس وحيفا بعشرات الصواريخ التي رجحت كفة المقاومة التي أعلنت بعد انتهاء العدوان أن دعم المحور لها مثل فرقا في معادلة الصراع مع الاحتلال كما ساهم العدوان في عودة قناة اتصال مباشرة بين قيادتي حركة حماس وفتح التي خاضتت تفاوض جنبا إلى جنب في القاهرة من أجل تثبيت وقف إطلاق النار أحمد غانم غزة الميادين قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أنه لا نية لدى الحكومة بتغيير النظام الاقتصادي الحر اعتبرت دياب في مستهل جلسة مجلس الوزراء أن المشكلة تكمن في فهم مفهوم النظام الاقتصادي الحر إذ كانت الفوضى الاقتصادي الحر هي السائدة في البلد أو ربما نظام الهدر الحر واضفت دياب أن الحكومة توجهت إلى التدقيق في حسابات مصر في لبنان ومن ضمنها التدقيق الجنائي كمحطة أولى داعيا إلى توسيع التدقيق ليشمل كل مؤسسات الدولة أيدت أعلى محكمة طعون في مصر حكمة نهائيا بالسجن المؤبد بحق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرة الشاطر وأربعة آخرين من قيادات الجماعة وبحسب وسائل الإعلام المصرية فإن المحكمة رفضت الطعن المقدم من بديع وقيادات إخوانية أخرى في القضية المعروفة باسم أحداث مكتب الإرشاد حيث وجهت لهم اتهامات منها تأسيس جماعة إرهابية وحيازة أسلحة في السودان قبل رئيس الحكومة عبدالله حمدوك استقالة ستة وزراء من بينهم وزراء الخارجية والمالية وذلك ضمن تعديل وزري يشمل سبع حقائب بينها المالية والخارجية والطاقة وذلك استجابة لرغبة الشارع المطالب بتصحيح مسار الثورة بحسب حمدوك وفي بيانا صادر عن مجلس الوزراء فإنه من المنتظر الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد أعلنت وزارة الداخلية التونسية إحباطها مخططات إرهابية تستهدف القطاع السياحي ومقار سيادية الداخلية التونسية كشفت في بيانها عن اعتقال رئيس الخلية الإرهابية في إحدى ولايات تونس الكبرى أكدت اعترافه بالتخطيط للقيام بعمليات نوعية على شاكلة الذئاب المنفردة لافتة إلى أن المتهم أقدم على تجنيد واستقطاب عدد كبير من العناصر اتهم مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني الإمارات بدعم محاولة انقلاب فاشلة في بلاده مشيرا في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي إلى أن وجود الإمارات لم يعد مقبولا في الحوارات السياسية السني اعتبر أن الإمارات تهدد الأمن والسلم الدوليين في دول عديدة وهي لم تستطع حتى اليوم تفنيد ما ورد في التقارير الأممية ضدها قال السني مخاطبا للقاهرة أن أمن مصر من أمن بلاده ولا يمكن أن تختزل ليبيا في إقليم على حدودها دعت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى زيادة فحوص كورونا وإلزام الناس باستخدام الكمامات وتعقب الحالات المشتبهة فيها أحذرت المراكز من أن الجائحة تكتسب قوة دفع كاملة في أفريقيا بعد ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بـ 24% خلال الأسبوع الماضي قد تجاوز إجمالي الإصابات المؤكدة في أفريقيا نصف مليون إصابة معظمها في خمس دول هي مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا وغانا والجزائر الرئيس البرازيلي جاير بولسينارو يظهر استهتارا غير معهود بالتعامل مع فيروس كورونا رغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية المستمرة وهذا ما أثار ردود فعل وانتقادات عديدة لطريقة تعاطيه مع الأزمة حسين السيد لا شيء يوحي بأنه رئيس أكبر دولة في أمريكا اللاتينية بولسينارو الذي يظن أنه يستهزئ بفيروس كورونا عبر تحديه لارتداء الكمامة هو في الحقيقة يستخف بحياة أكثر من 200 مليون نسمة من أبناء شعبه ويصر على تعريض كل من حوله للخطر عندما نرى أرقام الإصابة بفيروس كورونا في البرازيل بسبب عدم مسئولية بولسينارو وجنونه أشعر أنه خارج عن السيطرة وأمس وبينما كان يدلي بتصريحات للصحفيين قال فيها إنه مصاب بالفيروس خلع كمامته رفع الصحفيون دعوة قضائية ضده أمام المحكمة إنه مريض ويخلع كمامته إلى أي مدى يمكن أن يذهب وما هي حدود بولسينارو وهل لديه حدود حتى؟ جنون بولسينارو لم يتوقف عند هذا الحد بل تخطى ذلك إلى حد القيام بعمل إجرامي على حد تعبير المعهد الاجتماعي البيئي البرازيلي إيسا الذي اتهم بولسينارو بأنه يريد التسبب بإبادة جماعية بعد إلغائه قانونا كان من شأنه أن يجبر الحكومة البرازيلية على توفير المياه النظيفة والرعاية الطبية للسكان الأصليين خلال أزمة كورونا العنصرية ليست المسار الوحيد الذي يتتبع فيه بولسينارو خطى دونالد ترامب فأكثر من مليونين وسبعمائة إصابة بكورونا في البرازيل تضع البلاد مباشرة في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة كنا نأمل أن يغير بولسينارو موقفه من فيروس كورونا لكن لسوء الحظ يظهر على بث مباشر وهو يأخذ هيدروكسيكلوروكين ويستمر في التقليل من أهمية الفيروس على الرغم من المعاناة الهائلة التي يسببها في المجتمع وفاة نحو 68 ألف مواطن برازيلي من جراء الإصابة بالفيروس يجعل من رئيس البلاد الذي حارب سياسات الإغلاق والتباعد الاجتماعي ونصائح منظمة الصحة العالمية المسؤولة الأولى عما يكابده شعبه متواصلون بتقديم السابعة ولكن بعد فاصلا قصير مشاهدين تفضلوا رجاء بالبقاء معنا أهلا بكم الجديد في السابعة من الميادين والتي نستأنفها من سوريا وتحديدا من مدينة الحسكة حيث أوقفت القوات التركية ضخ المياه إلى محطة مياه علوك التي تمد المدينة والمنطقة المحيطة بها بالمياه وهذه ليست المرة الأولى التي تقطع فيها القوات التركية المياه عن ريف الحسكة الشمالي هذه الخطوة دفعت السكان إلى استخدام الخزانات والأواني البلاستيكية لمنع لنقل المياه فيما أعرب العديد من السكان المحلين عن استياءهم لندرة مياه الشرب في المدينة والله ما عندنا مي والله تهلكنا من هالجبان نجيبه نجيبه نرشه البيت نقشه البيت نشربه والله تهلكنا والله متنا هالطولة بين رجلين يروحوا نجين العواجيز ما يقدروا نشيونها السطلات تبهدلنا لا كهرباء ولا مي ولا حد خوب زاد ما بي وكل شي ما بي ومن ترجعكم رجل يجينا مي ويجينا شي كهرباء زادينها لا نقدر نغسل لا نتوضع لا نصلي حتى الشجر يبسوا الوالدي المرضاني هلا قاعدة قاعدة لا تقدر تدحمهم لا تقدر تتوضعهم وبتمدد بلا وضوء عندي خزانين فوق الصدح فاضي عندي خزان في الأرض فاضي عندنا جيران لما يدعمون بالمي المرة جيران يعطوني ما يمر هلا هالخزان شو أجايف عنك لما يمر ما نقدر نغسل وجهنا رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار الروسي نص على إعادة ترخيص معبر حدودي واحد فقط باب الهوى لمرور المساعدات الإنسانية لمدة ستة أشهر بعد يوم واحد من فيتو روسي صيني لتمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود وفق ما كانت تريده واشنطن وحلفاؤها كيف تم استغلال هذا القرار لدعم المجموعات المسلحة في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة السورية الإجابة مع الزميلة ديما نصيف الشاحنات تشتعل قرب سرمدة في إدلب قبل خمس سنوات بنيران قصف الروسي بعد عبورها من معبر باب الهوى السخوية الروسية يومها أفرغت حمولة قنابلها ضد سبع شاحنات عند المعبر الحدودي مع تركيا الشاحنات المحترقة كانت تنقل إمدادات للمجموعات المسلحة والمعبر كانت تديره فصائل أحرار الشام التي كانت تعمل بأمرة تركية وتمويل قطري ومؤسسات إغاثية تركية وأممية شكلت غطاء لعبور تلك الشاحنات بل ادعاء أنها قوافل للمساعدات الإنسانية باب الهوى الذي بات اليوم تحت سيطرة النصرة هو واحد من أربعة معابر تضمنها القرار الأممي 2165 لعام 2014 حيث أقر مجلس الأمن آلية لإدخال المساعدات الإنسانية من دون الرجوع للحكومة السورية وشكلت هذه المعابر بوابات لإمداد المجموعات المسلحة بالسلاح والمساعدات الإنسانية التي تصل إليها أولا وتتحكم بتوزيعها عبر منظمات تعمل في مناطق سيطرتها وعبر عناصرها منظمة أوسم المدعومة من الاتحاد الأوروبي نعت قبل أربعة أعوام ستة من أعضائها قتلوا على جبهة خانطومان بريف حلب وكشف نعي النصر لهم أنهم كانوا من عناصرها الأهالي يهاجمون مستودعات الغذاء التي تصل من المنظمات الأممية وتحتكرها المجموعات المسلحة الانتفاضات في مدن إدلب اشتعلت في مرات كثيرة ضد تخزين أمراء الحرب للمواد الغذائية وسيطرتهم على الأسواق من أجل التحكم بالأهالي وقوتهم اليومي لكن ذلك لم يوقف تضفق هذه المساعدات إلى هذه المجموعات وتمكنت موسكو بالتنسيق مع دماشق من قطع الطريق أمام كل الدول التي أيدت هذا القرار وتطالب اليوم بتمديده لعام آخر ومنع إمكانية تطويره إلى مناطق عازلة أو آمنة بذريعة إيصال المساعدات والفصل بين المناطق السورية التي كان يمكن أن تمهد للتقسيم والتي استعاد الجيش السوري مساحات واسعة منها تتوالى الاستعدادات لانتخاب مجلس نواب الشعب المقررة في التاسع عشر من تموز يوليو الجاري وفي هذا الإطار قدم حزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا قائمة مرشحيه الاختيار تم وفق انتخابات داخلية واسعة أكبر الأحزاب السورية تم استعداداته مبكرا للانتخابات التشريعية حزب البعث الذي يحكم سوريا منذ نحو ستة عقود اختار مرشحيه إثر انتخابات داخلية سماها الاستئناس تجديد في الأسماء طال أكثر من نصف نواب البعث في المجلس الحالي البالغ عددهم أكثر من مائة وستين نائبا استئناس الحزبي هو عملية انتخابية على المستوى الداخلي على مستوى الحزب تقوم بها قواعد الحزبية في مختلف مؤسساتها بالمشاركة بإدلاء الرأي حول من يمثل الحزب في مؤسسه ما اختيار ممثلي البعث أحدث حراكا واسعا في صفوف الحزب مناقشة تجربة الاستئناس في اجتماع ترأسه الرئيس بشار الأسد للقيادة المركزية للحزب في إطار تطوير التجربة والإفادة منها في استحقاقات مقبلة أنا باعتقادي كانت معيارية إلى درجة كبيرة جدا لأن هناك كان شراك كبير وواسع لقواعد الحزب في هذا الاختيار وفي هذه العملية وبعد وجود شروط ومعايير تعتبر هي للناحية التنظيمية أساسية عملية الاستناسي لاقت انتقادات ليست بالقليلة ما دفع إلى إعادة فرز الأصوات في فرع طرطوس لحزب البعث هذه التجربة بطبيعة الحال لم تخلو من العيوب والشوائب أخرجت بعض المخرجات التي لا يقبلها المجتمع في بعض الأحيان لكن هذه التجربة خضعت للنقد والتقييم والمراجعة من خلال إعلام الحزب ومن خلال التفاعل عمليا لم يسبق أن خسرت قائمة الوحدة الوطنية التي يقودها حزب البعث في أي من الانتخابات التشريعية السابقة لكنها تواجه اليوم تحديات تفرضها ظروف ما بعد الحرب هو اجتداد العقوبات الأمريكية ترسيق الانتخابات الداخلية مجرد خطوة على طريق طويل ينتظره البعث للنهوض بأدائه في ظل تحديات كبيرة تواجه السوريين بكل أحزابهم ومكوناتهم السياسية والاجتماعية والاستعادة كل أراضيهم وثرواتهم والحد من حرب التجويع الأمريكية محمد الخضر دمشق الميادين معنا من العاصمة السورية دمشق الكاتب والمحلل السياسية الدكتور علاء الأصفري مرحبا بكم دكتور في صورة عامة نقرأ وإياك المشهد الانتخابي بان إجراء هذه الدورة الانتخابية لمجلس نواب الشعب السوري المقرر في التاسع عشر من الجاري منذ بداية الحرب في سوريا وعليها أصرت الدولة السورية على إجراء الانتخابات وعلى استمرار سيرورة عمل الدولة بشكلها المؤسساتي بما فيها الانتخابات كانت انتخابات 2012 و2016 وهذه الانتخابات بماذا تختلف هذه الانتخابات عن سابقاتها بالنظر إلى اختلاف الميدان والسياسة في المشهد السوري أولا مساء الخير لك وللسادي المشاهدين ولقناة الميادين التي نحبها أهلا بك أعتقد بأن هذه الانتخابات مختلفة كون تجربة الاستئناس الحزبي في حزب البعث العربي الاشتراكي كانت واسعة كان هناك تجربة ديمقراطية حقيقية كان لديها بعض السلبيات ولكن كانت تجربة فريدة من نوعها وللأولى وللمرة الأولى في سوريا كل قواعد الحزبية تحركت بهذا الاستئناس كل صار ينتخب في القواعد الداخلية من يشاء وبالتالي الأسماء في غالبيتها العزمة هي التي فازت بأغلبية الأصوات في حزب البعث هذا يؤدي إلى أنها بداية تجربة ديمقراطية حقيقية بدأت من داخل صفوف حزب البعث العربي الاشتراكي ثانيا لدينا معطيات خارجية اليوم الحصار الاقتصادي على سوريا أصبح كبيرا بالترافق مع وباء كورونا اليوم قانون أو ما يسمى إجراءات قيصر التي تمس مباشرة خبز وقوت الشعب السوري على أشده وبالتالي فهذه الانتخابات يعول عليها الشعب السوري بشكل كبير في أنها بداية تجربة حقيقية وناجحة لبرلمان طالما شهدنا له بالعراقة في الماضي وفي الحاضر وبإذن الله في المستقبل دكتور أصفري سأفصل بموضوع الاستئناس الذي حصل على صعيد انتخابات داخلية واسعة في حزب البعث العربي الاشتراكي لكن في الإطار العام لهذه الانتخابات من المفيد أن نشرح للمشاهدين في جوهر من المختلف الآن أنت أشرت لجانب مهم في الجانب الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه سوريا ما بعد قانون قيصر أيضا عادت للدولة العديد من المناطق التي كانت خارجة عن سيطرتها وبالتالي أي اختلاف يلحظ تلك المناطق في عملية الانتخاب وبالتالي إيصال الدعم لها بشكل أو بآخر بالنظر للواقع الذي تعيشه طبعا بالنسبة لتجربة الاستئناس الحزبي كما فهمت من سؤالك هي تجربة جيدة وجديدة كليان تصل بالأصوات التي تريدها القاعدة الشعبية المشكلة لحزب البعث وهي قاعدة كبيرة جدا تقدر بأكثر من مليون عضو في حزب البعث العربي الاشتراكي مجرد إيصال هؤلاء الناس الذين يحظون بسقة القواعد الحزبية هي مؤشر جيد على أننا سوف نشهد في مجلس الشعب المقبل حراك حقيقي في تصحيح كل أخطاء السابقة في تصحيح كل أخطاء الحكومات السابقة في مكافحة الفساد بشكل كبير وأعتقد بأننا سوف نشهد في الأيام المقبلة حركة حقيقية في مكافحة الفساد في سوريا كون الأمور ضغطة هنا وبالتالي السيد الرئيس بشار الأسد الآن هو معني بقانون يعد الآن وهو قانون كشف الزمة المالية لكبار أسادة المسؤولين هذا يؤدي حتما إلى التحسن في الخدمات تحسن فيما يطلبه الشعب السوري من قيادته ويجب أن يكون مجلس الشعب هو الرقيب الأكبر على الأداء الحكومي في سوريا لكن ما أقصده عفوا دكتور بأنه بين الانتخابات 2016 وهذه الانتخابات المزمع تجراؤها في 19 من الجاري كان هناك مناطق غائبة عن تلك الانتخابات بحكم أنها كانت خارجة عن سيطرة الدولة كان في محاولات لإيصال الانتخاب لتلك المناطق أو حتى بالنسبة للنازحين في إطار داخل الجغرافية السورية اليوم بماذا تختلف طالما اختلف الميدان وعادت تلك المناطق في عملية الانتخاب والتمثيل وبالتالي أن تصل إليها الخدمة بشكل مباشر وعادة حضور الدولة والقانون نعم منذ عام 2016 لتاريخ اليوم تم تحرير كثير من المناطق التي كانت خاضعة سابقا للأرهابيين وبالتالي يجب أن يكون لها تمثيل حقيقي في مجلس الشعب يجب أن يعاد عادة بناء في تلك المناطق بشكل كبير أما المناطق التي ما زالت لتاريخ هذه اللحظة إذا فهمت قصدك وهي تحت الاحتلال الإرهابي مثل شمال سوريا مثل شمال شرق الفورات وإلى آخره فلابد من انتخاب أيضا ممثلين لهؤلاء الناس لرعاية على الأقل رعاية شؤون النازحين من تلك المناطق إلى المناطق الآمنة وبالتالي تحضيرا لتحرير تلك المناطق كلنا نعرف سيد ستراميا بأن سوريا سوف تحرر شبرا شبرا وأن كل احتماليات تقسيمها أصبح وراء ظهورنا وبالتالي هذه المناطق لابد من إعادة الإعمار بها لابد من إعادة النازحين إليها لابد من أحد ما يرعى شؤونهم سواء كانت محافظة تنفيذية أو كان مجلس الشعب يعني نعرف اليوم مثلا هناك محافظ لمدينة إدلب مثلا يقيم في حما يرعى شؤون كل أبناء المحافظة كذلك الأمر في مزلس التشريعي مزلس الشعب يجب أن يكون هناك ممثلين لهؤلاء النازحين لهؤلاء الناس الذين يتمنون اليوم قبل غد أن يرجعوا إلى بيوتهم بعد تحريرها من هؤلاء القتل الإرهابيين طيب دكتور في أهمية اليوم لهذه الانتخابات بمن سيمثل بكل الأحوال يعني كل المحافظات أو الدوائر في سوريا بهذه الانتخابات بمعنى واقع المشهد السوري الآن فيه تحدي من الداخل إلى أي حد قد يبدو دور مجلس الشعب قادر على إتمام مهمة في المواجهة بالنسبة لإجراءات قانون قيصر في الجانب الاجتماعي والاقتصادي في بعض انتقادات على أداء المجلس بكل الأحوال في الدورات السابقة خصوصا ما بعض الحرب حقيقة مهمته سوف تكون عويصة وثقيلة جدا اليوم كل المواطنين السوريين الذين يبلغون أكثر من 15 مليون سوري يعاولون على هذا المجلس في أدوار رقابية أدوار تشريعية وقانونية تفيد في انطلاق البلد نحو المستقبل اليوم بالدورات السابقة كان هناك أحباط عام لدى السوريين بأنها لم يمثلهم حقيقة أما اليوم فهناك كل التمنيات والأمنيات أن يكون لدينا ممثلين في مزلس الشعب بالتليق بهذا الشعب الذي تعرض لأكبر حرب منذ عشر سنوات في التاريخ البشرية كلها لذلك يجب أن يكون هذا المجلس على قدر التضحيات السورية يجب أن يكون هذا المجلس تلبية لرغبة كل السوريين مهما كلف الأمر وأعتقد بأن سوف يكون هناك إضاءة شديدة على عمل المجلس قريبا لأنه يجب أن يكون فعلا هناك انطلاق حقيقي سواء بالرقابة على الحكومة سواء بتشريعات جديدة مرنة سواء بتغيير الواقع الخدمي والاقتصادي قد يجعله دكتور الأصفري قد يطلع بما تتحدث عنه من مسؤوليات تكون بارزة واضحة ملموسة بالنسبة للمواطن السوري ما الذي قد يجعله بهذا الشكل أو مقتنع بأنه سيتم ذلك أعتقد أولا بالتشكيل طبعا كلنا نعرف بعد انتخابات مزلس الشعب يجب أن يكون هناك حكومة جديدة يجب أن يكون لدى هذه الحكومة برنامج حقيقي يعرض أمام الشاشات وعلى كل السوريين وعندها سوف يتم احتساب الوقت على هذه الحكومة مزلس الشعب يجب أن يكون الأمين على رقابة الحكومة في سوريا لأننا نعاني من أوضاع اقتصادية ضاغطة جدا وخدمية ضاغطة بشكل كبير وبالتالي لا بد من أن ينعكس عمل المجلس مستقبلا على الضبط لحركة الأسواق في سوريا على تحسين الناحية الاقتصادية وإلا سوف يكون المجلس بدون قيمة اليوم هذا هو التجربة الحقيقية الديمقراطية التي أعتبرها أول تجربة كبيرة الآن في موضوع مزلس الشعب التي نتمنى لإخوتنا أصلا كلهم في المجلس النجاح والتوفيق لأنهم سوف يكونوا تحت المجهر تماما بالنسبة لـ 15 أو 16 مليون سوري يجب أن يكون هناك تحسن كبير في الاقتصاد يجب أن يكون هناك أداء عالي في الخدمات يجب أن يكون هناك رقابة ومكافحة ومحاربة للفساد بأقصى طريقة ممكنة حتى نستطيع توزيع العدالة الاجتماعية على الجميع كلنا نعرف ستراميا بأن الشعب السوري شعب عنيد شعب يؤمن بما بادئ كبير تجويع محاولات تجويع هذا الشعب من قبل أمريكا وأصدقائها وإسرائيل لن تنجح صدقيني لأننا يمكن أن نأكل التراب ولكن بشرط أن يكون هناك عدالة اجتماعية لدى الجميع أما أن يكون هناك مجموعة من الفاسدين والمتنفذين وقرارات خاطئة فلا أعتقد بأن الشعب السوري سوف يسامح وسوف يقبل بهذا الموضوع سوريا مرت بحصارات متعددة وربما البعض يضعها بأقصى مما تعيشه أو يمكن أن تعيشه من ضمن قانون قيصر عندها تجربة وصلت إلى الاكتفاء الذاتي الآن تعيش إرهاصات حرب أكلت ونهشت من الجسد السوري دور مجلس الشعب السوري يعول عليه كثيرا بالنظر إلى أنه يفترض على أقل تقدير أن يكون نصفه من الفلاحين والعمال وهذه العنوان الأساسي الوصول إلى الاكتفاء الذاتي ما أسألك عنه هو تفعيل مجلس الشعب هو مسؤولية فقط بالنسبة لمن سيدخلون إلى قبة البرلمان جديدا في موضوع القوانين التي ستفعل أو مسؤولية ربما أن يولى لهذا المجلس تلك الصلاحيات للتفعيل وابتالي أن يكون لديه نتيجة هناك من يضع مجلس الشعب بهو بينه وبين شريحة الجماهير السورية نعم في التجارب السابقة كان هناك فعلا هو هو كبير بين مجلس الشعب وبين المواطنين وحتى بين الحكومات وبين المواطنين دعيني أقولها بصراحة اليوم لا يمكن القبول بذلك يعني عندما يكون هناك إرادة سياسية لدى القادة وخاصة السيد الرئيس بشار الأسد الذي أعلن مبدئيا منذ أيام بأن تجربة الاستئناس الحزبي هي باكوري الطريق وهي مفتاح لطريق كبير فهذا يعني بأننا سوف نشهد حقبة مختلفة إلى حد ما اليوم المجلس الشعب يجب أن يفعل قراره جماعي سواء بيد الذين يدخلون هذا المجلس أو الأدوات الرقابية التي تراقبه أو حتى الامتيازات السياسية أو الصلاحيات الواسعة التي يجب أن يتمتع بها بالتعاون مع رئاسة الجمهورية في سوريا يجب أن يكون هذا المجلس بصلاحيات عالية يجب أن يقوم بدوره الحقيقي بما يمليه الدستور السوري عليه يراقب الناس الآن هذه التجربة بترقب كلنا سوف نكون بتفاعلي مع هذه التجربة ولكن نتائجها هي الأهم لا يمكن أن نطبل منذ الآن بنتائج غير مدروسة يجب أن يكون هناك نتائج مدروسة يجب أن يكون هناك أداء مختلف دعيني أقول لبداية رجوع ثقة المواطن السوري بمجلس الشعب عكس المجالس السابقة التي كانت إلى حد ما تعاني من البيروقراطية ومن الجمود ومن عدم موجود قرار اليوم أعتقد بأنها مختلفة وهي سوف تماهد أصلا للانتخابات الرئاسية في ربيع 2021 وبالتالي أعتقد بأنه مجلس سوف يكون زقيمة وبالتالي يجب عليه أن يعطي هذه الصورة بأفضل ما يمكن تنفيذيا أمام جماهيره التي انتخبته وهو إجراء الانتخابات أمر يسجل للدولة السورية هناك قرار سيادي باستمرار عمل المؤسسات في الدولة السورية على خلاف ربما رغبات خارجية بالنظر إلى المشهد في سوريا وتداخل الأطراف الإقليمية والدولية هذا جانب لكن إلى أي حد قد نرى تفاعلا شعبيا مع هذه الانتخابات تعكس ما تتفضل به إلى أي حد المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات قد تعطي دفعا إلى أن المواطن يرى فعلا بأن هذه الانتخابات ومن سيدخل إلى قبة البرلمان في هذه الانتخابات بعد نتائجها يمثلون التحديات الداخلية التي فرضتها بطبيعة الحال تطورات المشهد في سوريا أقليميا ودوليا هناك نقطتين سيدتي نقطة الأولى ما قبل تجربة الاستئناس الحزبي كلنا كنا شبه محبطين ولا علاقة لنا بموضوع الانتخابات ولم تعد تهم الشعب السوري عندما بدأت تجربة الاستئناس الحزبي وصار ما صار من تفاعل خطير وكبير في القواعد الحزبية تم إعادة النشاط والدفق لمشاعر السوريين بأنه سوف يكون مزل الشعب يليق بهذه الأمة التي تعرضت لهذه النكبة منذ عشر سنوات لتاريخه هذه النقطة مهمة جدا في أن نقول أن الاستئناس الحزبي هو الذي أعطى إلى حد ما هذه الدفعة النقطة الثانية بعد الانتخابات سوف يكون هناك أعتقد مزيد من الإجراءات والإصلاحات التي تمس كل الدولة السورية بدأت من مزل الشعب أما عملية الإقبال الجماهيري أعتقد بأنها سوف تكون واسعة هناك أكثر من خمسة عشر حزب محلي منخرط في الانتخابات هناك غير القائمة الوحدة الوطنية هناك أيضا قوائم للمستقلين الآن النشاط الانتخابي على شده ولكن يفرق عن سابقاته بأنه لا يستطيع الآن أي مرشح أن يعد كذبا بأي برنامج لن يستطيع تنفيذه لأن حسابه سوف يكون على ما أعتقد عسيرا لذلك يجب أن يتقيد المرشح ببرامج انتخابية حقيقية لعدم ذر الرماد في العيون يجب أن يكون حقيقي ويفعل دور هذا المجلس الذي لطالما تمناه السوريون سيد دكتور الأصفري أنت تشير إلى الاستئناس الذي جرى في حزب البعث العربي الاشتراكي بكثير من التركيز وبأنه العنوان الأساسي الذي من خلاله تتلمس التغيير الذي قد نراه طلاقا من نتائج انتخابات مجلس الشعب السوري على ماذا تقيم هذا المنطلق بالنظر إلى وجود يفترض أحزاب أخرى تشارك وحتى بالنسبة للمستقلين في مجلس الشعب السوري في هذه الانتخابات أولا في نقطة حقيقية جيدة أيضا نسيت أن أذكرها لك بأنه سمح للمرة الأولى بأن يكون هناك تحالفات مع الأحزاب يعني هناك أحزاب ضمن قانون الأحزاب في سوريا أكثر من 15 حزب الآن سمح لها الدستور السوري الجديد بأن تنخرط في تحالفات وبالتالي هذا مؤشر كبير جدا يعني عادة كان سابقا حزب البعث يعين يعني يعين بالأسماء الأشخاص بغض النظر عن مدى أولا شعبيتهم على مدى سلوكهم على مدى أخلاقياتهم ومناقبيتهم الآن لا يمكن هذا الموضوع حتى عندما وجود عند وجود أي شبهة سابقة مثل ما حدث في طرطوس بأن يستخدم قد يستخدم المال السياسي تم أقصاء هؤلاء المرشحين وبالتالي الآن السمعة الطيبة والجيدة والكفاءات العالية هي التي تحكم برنامج عمل المزلس الشعب ثانيا الأحزاب عندما تتفاعل في تحالفات هذا مؤشر جيد جدا على أن هناك حركة كبيرة حاليا في الداخل السوري بما يخص الأحزاب مجموع المواطنين الذين يعانون من ضغوطات اقتصادية كبيرة يجب أن يروا نتائج أول نتيجة ممكن أن تظهر بعد شهر أو شهرين من الآن في تحسين للسلوك الخدمي والعام وانطلاق إلى الأمام سوف تحسب لصالح هذا المجلس وكل الآلية الديمقراطية في سوريا سوف تتغير وتدفع نحو الأمام انطلاقا من ذلك لأنه تركز على موضوع الاستناس بمعنى الانتخابات التي حدثت في حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب الحاكم اليوم بطبيعة الحال وبالتالي مرتبط بقرار القيادة في ترجمة ربما سياساتها أو استراتيجيتها في مواجهة قانون قيصر وتداعياتي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي هذا يدفعنا للسؤال بالمراجعة الشاملة التي جرت داخل حزب البعث العربي الاشتراكي من 2013 إلى اليوم لإعادة النبض النضالي إن صح التعبير لصفوف هذا الحزب إلى أي حد ترى الأمر فعل بالفعل على الأرض وبأنه فعلا في التحام مع القواعد الشعبية التي هي بالأساس عماد هذا الحزب وبتالي معنية مباشرة بنتائج هذه الانتخابات أو بتأثير تلك الانتخابات حقيقة سيدتي أصبحت غربلة هناك غربلة كبيرة سواء للأشخاص الذين كانوا متنفعين فقط من حزب البعث الذين يدخلون هذا الحزب لمصالح ومنافع شخصية ثانيا تم انتقاء أو تنقية السلوك النضالي لدى الحزب اليوم بعد تجربة سبع سنوات من المخاض العسير الذي دخل فيه حزب البعث منذ بداية المشكلة في سوريا ولتاريخ اليوم حقيقة هي عبارة عن فعلا بدون مبالغة هي طريق أيضا في الكفاح والنضال لأن يكون هذا الحزب شفافا نظيفا بعيدا عن التنفذ وبعيدا عن سوء استخدام للسلطة وبالتالي اليوم يتسابق الرفاق وأعضاء القيادات في سوريا بأن يكونوا مثلا وقدوة للناس اليوم لا يوجد أمين فرح حزب في سوريا لا يحظى بشعبية معينة لأن القيادة تضع عليه كل الأضواء الممكنة لمراقبة كل تصالفات قد تكون مسئة أو زو نفوز شخصي أنا أعرف كثير منهم وكثير منهم لا أعرفهم ولكن أعتقد بأن مجملهم أشخاص جيدون يؤمنون بأن لهذا الحزب تاريخ ومكانة وقيمة كبيرة في تاريخنا السوري اليوم حزب البعث ليس مجرد حزب لديه بعض الأفكار إنما هو حزب يتجزر في أصولنا بشكل كبير بعد تنقية هذا الحزب ستراميا وبعد تنظيفه من العوالق والشوائب التي كانت به أعتقد بأنه أصبح الآن في طريق الصحيح لا أدعي بأنه أصبح حزبا نظيفا من الدرجة الأولى ولكن أدعي بأن التنظيف مستمر وبأن آليات الإعادة هذا الحزب وتفعيله جماهيريا هو في الاتجاه الصحيح أن نشعل شمعة خير من العز الظلام لذلك كل الأداء الذي يكون بمسلس الشعب يجب أن ينطلق من هؤلاء الرفاق أولا الذين يمثلون أكثر من 60% من مسلس الشعب يعني عندما نريد أن نكون هناك تفعيل الديمقراطية الحقيقية في سوريا يجب أن يكونوا هم القدوة لأنهم يعبرون عن سلوكيات الحزب في القيادات العليا شكرا جزيلا لك دكتور علاء الأصفري الكاتب والمحلل السياسي ضيفنا كنت معنا من العاصمة السورية دمشق بعدنا نصل إلى ختام السابع نذكركم بعناوينها المحقيقة الأممية أنيس كالمار في تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان اغتيال سليماني سابقة في تاريخ النزاعات المسلحة والمندوب الإيراني يؤكد اغتياله إرهاب دولة ولي يوقف نهجه حملة دهم واعتقالات واسعة للاحتلال في الضفة والقدس تشمل قياديين من حماس وطلابا والفلسطينيون يتصدوا الداخلية التونسية تعلن إحباط مخططات أرهابية تستهدف القطاع السياحي ومقار سيادية استمرار تقديم قوائم المرشحين للانتخابات التشريعية في سوريا حزب البعث يقدم مرشحيه بعد انتخابات داخلية دائما للمزيد من الأخبار والتقارير ضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين تفضلوا بزيارة موقعنا على الانترنت الميادين دات نت إضافة إلى موقعنا باللغة الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء اشتركوا في القناة